نشوفها تنتهي عليها لكن الأستاذ عمراء أديب وهو بيتكلم وقلت له انت في النهاية مستكتر ان الاهل ياخد خمسة دور واربعض وبتعتبر ده كلام مش مظبوط ومش موجود في اي دولة وقلت لك لا في ألمانيا بايروميونيخ واخد اخر تسعة سنين دوري ده حتى يا راجل كارتيرون المدير الفني للزمالك وهو على شاشة قناة الزمالك نشوف شابه النادي الاهل بمين اعتقد انت ضربت برضو فريق شعبي كبير والنادي الاهلي ووصلت معاه لنهائي افريقيا وكان حضور جماهيري عريض ايضا اعتقد في المباريات الاهلي نعم هو الاهلي منظم بشكل كبير والاهلي الاهلي مثل بايروميونيخ في ألمانيا الاهلي هو بايروميونيخ في ألمانيا انه ماشينا هناك العمل بشكل منهاجي منظم بص كارتيرون لما بيفكروا كان لازم كارتيرون يقولوا كده لو لما فعلوه معي من اغتيال معلاوي وان انا بيتحاول للتحقيق وان اظروا توقف فجأة وان يتبعت خطاب يولع الدنيا خطاب مزور يولع الدنيا والاجواء امامي ولعبت تتعور هناك لو لازم لفازل الاهلي ما هو اضع لقب على كارتيرون وكان من يعني ربما من اسباب انه مقدرش يكمل بعد كده في النادي الاهلي ولكن كارتيرون على رأيك بيقانن الاهلي بمية هو قالك ده بايرن ميونيك مصر اللي انت قلته بالضبط هو ده النادي الاهلي وهي ده قيمته وعلى فكرة قيمة الاهلي هتستمد من قيمة كل المنافسين ما هو لما يبقى بطل الدوري الناس المنافسين الكبار اللي برا شايفينه في حجم اقل ده هي انعكس على اللي بقى لما يكون الكبير قوي ونظركه صغير الباقي شكله ايه فكون ان حتى الاوروبيين يكون لهم هذا التقدير للنادي الاهلي حتى بالنسبة لكارتيرون وهو بيدرب المنافس الزمالك يبا هي ده قيمة مصر قيمة الكرة المصرية وقيمة بطلها الاهلي المستمد من قوة الزمالك والاسبعيل والاتحاد وكل الانديل